ده مديقتين وعايز ترخيص حضراتك لمشكلة نادي الزمالك مع بطل السنغير ورؤيتك له ايه؟ يعني مبدئياً مبدئياً أنا شاف إن الزمالك مش غلطان أنت بعتلك خطابات عن طريق الالتحاد بطلب تأجيل المورال لزلوف معانة. أنت كانت تحاد أفريقا وافقت ليه مش مشكلتي مش مشكلتي إنه كنت وافقت وزي ما انت حالك تفضلت وقلت في المقدمة أو طريق إياه حتكلم أن الطائم التحكيم وان مرأة مباراة ذهبوا للموعد الجديد وإلى مكان الملعب الجديد إذا لمشكلة مش مشكلة الزمالك تكون إن الطرف الثاني السنغير اللي شاف إنه فيه أسباب تانية تدعو لأنك هذا البورا ما كانتش تتأجل ده موضوع يبحثوا للتحاد الأفريقيا لكن كالزمالك أنا بعتلك هم هم تريل التحاب بتاعي وانت اللي وفقت مش أنا اللي وفقت تمام تتوقع النتيجة هتكون إيه؟ لا والله صعب صعب لكن في الحالتين الزمالك مش هيخر خاصران يعني مش هيخر خاصران يعني ممكن أضع في الإيمان إعادة المقرار إعادة المقرار أضع في الإيمان طب هل وجود القرار يوم تمانية والقرار يوم تسعة ده معناني مجيش إعادة المقرار؟ هي مشكلة في القرار في حاجة واحدة بس إنه كنت الزمالك تصنيف تاني بالزبط وهو تصنيف رابع تصنيف رابع لكن أعطاك تمكن يكون عمدهم حلولك أنت ممكن تحط تبديل وتوافيق يعني هتحط السين هنا الصاد هنا وتنتهي الأمر على كده يعني